كلي بربك لماذا اخترتني وأخذتني بيديك من بين الأنام ومشيت بي ثم تركتني كالطفل يبكي في الزحام كلي إن كنت يا ملح المدامع بعتني فأقل ما يرث السكوت من الكلام هو أن تؤشر من بعيد بالسلام أن تغلق الأبواب إن قررت ترحل في الظلام ما ضر لو ودعتني ومنحتني فصل الختام حتى أريح يدي من تقليب آخر صفحة من قصتي تلك التي يشتد أبيضها فيعميني إذا اشتد الظلام حتى أنام حتى أنام أنا ربما أبكي قليلا في سريري دونما يدري بدمعي أخوتي لكن ما تبقى أمام الناس أكبر بسمتي تزداد لمعتها إذا ما زادت دمعتي أنا عندما أطلقت آهاتي ولم تصرخ ملامح بسمتي شوقا إليك أصبحت أفهم ما لدي وما لديك لكن حزني في يديك فمتى سترجع أدموعي وإلى متى وإلى متى أبكي عليك هذه شموعك لم أزل بالليل أرجوها فلم تتعطفي ما بالها لم تنطفي مت أنت أو لتتركني أمت اختر حياة أو ممات أو اختفي مشاهدين في كل مكان سلام إليكم سلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وصباح جديد من آخر الإسبوع صباح للأمل وصباح للحياة صباح لمن يهاجر في سبيل الحياة وصباح لمن ترك الدنيا من أجل الآخرة مشاهدين في كل مكان كما تعودنا في هذا البرنامج هو مكون من ثلاث فقرات أقدمه أنا محمد ريان مع زميلي العزيزين أسماء وجدي ومحمد عبد السلام في هذه الفقرة الأولى وهي الفقرة الإخبارية أناقش معكم آخر تطورات السياسية في الوضع الإقليمي والدولي مشاهدين هذا الأسبوع هو مليء بالصراعات ومليء بالأحداث الكثيرة جدا والتدخلات الدولية وهو أيضا أسبوع مليء بالأحزان ففي هذا الأسبوع توفي الأمير جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت مشاهدين أيضا معنا في هذه الحلقة تقرير عن امرأتين مصريتين تكافحان من أجل البقاء في هذه الحياة نناقش كل هذا في هذه الحلقة أما عن الحدث الأهم لهذا الأسبوع وهو الصراع الواقع ما بين الدولتين أذربيجان وأرمينيا على منطقة بينهما هذه المنطقة تسمى بكارباخ كارباخ مشاهدين الكرام هي في اللغة الأذرية هي الحديقة السوداء أما في اللغة الأرمينية هي تعد إلها أرض الإله أو أرض الشمس لأنها أرض صحراوية ليس بها أي شيء على الإطلاق من موارد الحياة بل إن مواردها ضعيفة جدا المشاهدين الكرام لقد استيقظنا يوم الأحد الماضي على هذه التفجيرات الواقعة أمامنا على الشاشة هذه التفجيرات التي وقعت كانت من المسلحين المتمردين في دولة أرمينيا وقاموا بتفجيرات كبيرة في الجهة الأخرى المقابلة من دولة أذربيجان أيضا قامت دولة أذربيجان بالرد على هذا الهجوم العنيف وقتلت العديد من الجنود الأرمينيين وضمرت لهم كتلا عسكرية كبيرة لم يتوقف هذا الأمر أيها المشاهدين الكرام ولكن وصل إلى ما بين قتل عسكريين وقتل مدنيين أيضا وتدمير لمنظمات دفاع جوبية وتدمير لطائرات أرمينية من الجانب الأذري مشاهدين أيضا قال رئيس الوزراء الأذري أنه لا يخفى على أن هناك أطرافا هي السبب في هذا النزاع الذي وقع وأن من مات من الجنود الأرمان هم في الحقيقة يتبعون للعصابة الأرمانية كما سماهم التي قامت بهذا التفجير مشاهدين الكرام العلاقة بين الدولة الأذرية وبين الدولة الأرمينية هي علاقة قديمة منذ نشأة الاتحاد السوفيتي وهم كانوا يتبعان الاتحاد السوفيتي الكبير إلى أن تم تقسيم هذا الاتحاد السوفيتي الكبير وتم توزيع إقليم كارباخ على دولة أزربيجان دولة أذربيجان هي دولة أكثريتها مسلمين أما عن دولة أرمينيا فهي أغلبها من المسيحيين لكن الذي قام به الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت هو أن وضع مجموعة كبيرة من المسيحيين الذين ينتمون إلى دولة أرمينيا في هذا الإقليم الواقع في دولة أذربيجان مشاهدين الكرام أيضا الواقع هنا أن هذه الأزمة لم تكن الأولى لكن حدست أزمات تسبقها ففي عام 1988 طلب البرلمان في كارباخ الانضمام إلى ألمانيا ليكون جزءا من أرمينيا ليكون جزءا من هذه الدولة واندلعت الحرب مرة أخرى في أواخر شتاء عام 1992 ولم تتوكن المنظمات الدولية أبدا من احتواء هذا الصراع ولكن مشاهدين الكرام بعد هذا في عام 1994 تم وقف هذه الحرب بين الدولتين وتوقيع معاهدة سلام بينهما أو سلام مؤقت أيضا في تجديد هذه الاشتباكات التي وقعت قريبا في منتصف يوليو تموز الماضي تجددت الاشتباكات في المناطق الحدودية بين الدولتين الصراع الأساسي في هذه المنطقة أو في هذا الإقليم هو صراع على السيادة فالدولة الأذرية تريد أن تكون السيادة لها على هذا الإقليم وهي معترف بها دوليا في السيادة لهذه المنطقة أما الدولة الأرمينية فهي تقول إن سكان هذه المنطقة ينتسبون إليها مشاهدين الاطلاع أكثر على هذا الأمر ودور الاتحادات الدولية والتكتلات الدولية في هذا الصراع ما بين تركيا التي تدعم الدولة الأذرية بشكل قوي جدا وتدعمها بالسلاح وبالماله بكل ما تريده وبكل ومن جهة الأخرى الدولة الروسية التي تدعم الدولة الأرمينية من جهة أخرى وإيران أيضا تدخل في المعادلة معنا على الهاتف الصحفي الأستاذ مدحة بدران المتخصص في الشأن الدولي صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم صباح الخير يا سيد مدحة سيد مدحة حدثنا عن دور التكتلات الدولية السياسية في أصراع الواقع ما بين الدولة الأذرية وما بين الدولة الأرمينية بداية للكلام غير الواضح ما الذي بدأ هذا التصعيد الأخير حيث تقول أزبريكان إن أرمينيا استفزتهم بالأدوان وتقول أرمينيا إن القوات أزبريكان هاجمت وبدأ التوترات في التصاعد وأصفرت تلك الأحداث عن مقتل 26 جندي حتى الآن السيطرة على المنطقة التقونية أو قرة باقي الجبلية واللي يسكنها أغلبة الأرمن العرق وهي تقع داخل أراضي أسبخان وترتبط بأرمينيا على طريق سريع بوهز التكلفة بالنسبة للطرقين هي منطقة تم عسكرتها لحد كبير وقواتها مجاومة من أرمينيا نحن نعلم ذلك جيدة ولكن توجد تكتلات دولية رهيبة وموجودة في المنطقة ومصالح شخصية تركيا تسعى دائما إلى تعزيز دورها الإقليم وهي حليفة أزربيجان من أجل السيطرة على أجزاء من الشرق الأوسط مثل ما حدث في سوريا قبل ذلك وحدث في ليبيا أرمينيا ما زالت تركيا بصفة عامة بقضية الإبادة الشهرية للأرمين وهي ما حدث في بداية التاريخ أستاذ مرحل طبعا هل نفهم أن تركيا تدعم أزربيجان فقط لأجل السيطرة على مناطق منها ولا هل هناك مصالح أخرى كمصالح الغاز أو غيرها توجد مصالح أخرى سيدي بالفعل ترود تركيا أحلام العودة لإمبراطورة العثمانية وتردد السيطرة على الإقليم ليكون امتدادها نحو الصين ويصبح لها تواجد أكثر من منطقة بالعالم من حيث الأهمية الاستراتيجية لكون أزربيجان بالنسبة لتركيا منطقة أهمة جدا لنقل الغاز والنفط تركيا تحاول تحافظ جدا على خط الغاز والكمية المتزايدة من النفط والذي يمتد من أزربيجان من حقل شاف البحر في الزيون حتى تحافظ على موقفها الدولي ويوجد لها مشاريع أيضا داخل أزربيجان يعني تركيا تحتل منطقة جبيرة جدا في المشاريع الهمة خاصة بالسكة الحيادية وخط نقل الطاقة وكل ذلك معرض للاستهداف في حدوث أي اشتباكات مسلحة بين الطرفين تركيا تسعى جيدا لبناء قاعدة عسكرية موجودة ومر طاقة إلى العالم الخارجي في هذا المكان بمناسبة القواعد العسكرية تركيا تريد أن تفتح قاعدة عسكرية في أزربيجان لكن من الناحية الأخرى نجد أن دولة أرمينيا لها بالفعل قاعدة عسكرية روسية داخل أراضيها فما هو الدور الروسي في هذه الحرب؟ الدور الروسي موجود دور ممهد نحن نعلم جيدا أن روسيا تدعم أرمينيا من قديم الأزل ولكن الوضع الروسي وضع هادئ لا يرشح ذلك ولكن استخدم الدبلوماسية دائما التي صار على تهدف البناظر من أوراقة الدماء في الوقت الحالي حتى التصرحات الأخيرة للبوتين والتصرحات كلها الكريملين كان هادئ الدور الرئيس الروسي في لدن البوتير لا يزيل كل الجهود ويمنع التصعيد العسكري الموجود في المنطقة ولكن الموقف الترك هو الموقف المتأزم للحفاظ على الأهمية الخاصة به موقف المكانة الاستراتيجية لأزبيجان بالنسبة لتركيا مكان هام جدا لنقل تركيا إلى مكانة آخر والحفاظ على الغاز والتحول إلى دور مهم جدا بينها بين طريقها الممهد بينها وبين الصين الأستاذ متحد بدران الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام كان هذا هو التعليق على الحرب المشتعلة الآن في الأقليم الأذري الأرميني قربخ مشاهدين بعد الحدث الأهم لهذا الأسبوع كما تعودنا نأتي لقصة الأسبوع ونعرض لكم فيه قصة إنسانية تقرير يعبر عن نجاح شخص ما أما عن قصة هذا الأسبوع فهي قصة مختلفة تماما هي لمرأتين مصريتين تكافحان من أجل العمل والبقاء في هذه الحياة فإحدهما تعمل بمهنة النجارة والأخرى تعمل بمهنة الحدادة لكي فقط يكسب رزقهما من صنع يديهما مشاهدين نستعرض هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم مرة أخرى أما مشاهدين نعتذر عن عدم استعداد التقرير مشاهدين كما قلنا أن القصة لهذا الأسبوع تعبر عن امرأة مصرية امرأة بسيطة خرجت من دارها لتساعد زوجها هذا الرجل الذي يعمل نجارا ويكافح من أجل لكمة عيشه ولكمة عيش أبنائه أيضا تساعده في هذا العمل وأيضا مشاهدين الكرام من الجهة الأخرى والصورة الأخرى وهي لامرأة مصرية زاد عمرها عن الستين عاما وتعمل في مهنة الحدادة لتنفق أيضا على نفسها ولتنفق أيضا على أبنائها وذويها التقرير جاهد؟ طيب مشاهدين مشاهدينا إلى أن يجهز التقرير معنا شخصية الأسبوع وهي الشخصية الأهم لهذا الأسبوع وهو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد وقته الألمانية منذ يومين وهو كان أميرا لدولة الكويت العربية الشقيقة ولد في السادس عشر من يونيو لعام الف وتسعمائة وتسعة وعشرين ويعد هو الرئيس الخامس عشر أو الأمير الخامس عشر لدولة الكويت ويعد أيضا هو الأمير الخامس للكويت بعد الاستقلال مشاهدينا الكرام يعد أمير الكويت الراحل هو أول وزير للإعلام ويعد أيضا هو ثاني وزير للخارجية الكويتية في تاريخ الكويت وترقص وزارة الشؤون الخارجية للكويت طيلة أربع عقود من الزمن أيضا تعود له الفضل في الكثير من الإنجازات السياسية داخل دولة الكويت منها التعامل مع الغزو العراقي لدولة الكويت في عام الف وتسعمائة وتسعين أما عن إسناده إمارة الكويت فوقع ذلك في عام الفين وستة حينما مرض الأمير الأسبق سعد العبدالله السالم والذي تنازل عن الحكم بسبب مرضه وثم بعد ذلك بويع الأمير جابر الأحمد الصباح أميرا لدولة الكويت إذن الأمير جابر الكويت كان له دور كبير في العلاقات السياسية والدولية فقد سمي بشيخ الدبلوماسيين العرب والعالم أيضا لمواقفه السياسية الكبيرة وكرمته الأمم المتحدة في عام الفين واربعة عشر بلقب قائد للعمل الإنساني وسميت الكويت في هذا العام مركزا للعمل الإنساني مشاهدين الكرام أيضا أمير الكويت الراحل يعد من المجددين في دولة الكويت فهو وقع العديد من الاتفاقيات والعديد من الأمور للتجديد في هذه الدولة فرصخ فيها الحياة الديمقراطية بشكل كبير وزدت فيها الحريات الإعلامية كما انتشرت فيها أيضا الصحف والمنابر الإعلامية وتوسعت مساحات النقد الكويتي مشاهدين الكرام أيضا شهدت الكويت في عهده نهضة تنموية كبيرة وإنجازات عصرية كبيرة كما نرى الآن على هذه الشاشة هذا هو الموقف أو المشهد عندما تم تولية الأمير جابر الصباح أميرا لدولة الكويت الشقيقة مشاهدين أيضا أمير دولة الكويت توفي في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية إثرى مرضه الشديد وعلى الفور تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبر وفاته ثم بعد ذلك تم تشييع بسمانه أيضا مشاهدين الكرام نظرا لدور المصري الذي يكون بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته إلى الكويت ليقدم خالص العزاء في أمير دولة الكويت السابق وأيضا لبحث بعض المشاورات مع الأمير الحالي لدولة الكويت التقرير جاهز يا جماعة أيضا مشاهدين الكرام عن أمير الكويت فهو إبان رئاسته وأثناء رئاسته قدم صلاحيات كثيرة للمرأة فهو يعتبر أول من أشرك المرأة في حياة السياسية والحياة النيابية ففي عهده تم تعيين أول وزيرة كويتية في عام 2005 حينما كان رئيسا لمجلس الوزراء وبعد ذلك شاركت المرأة في العملية الانتخابية في أول انتخابات النيابية بعدما تولى إمارة الكويت ومن ثم تم توجيه السياسات العامة للدولة بدخول المرأة لأول مرة عضوا في مجلس الأمة والذي يعد هو المجلس الأول في دولة الكويت الشقيقة أيضا مشاهدين سمح للمرأة بدخول السلك العسكري في عهد أمير الكويت مشاهدين الكرام نشاهد التقرير الآن الذي يتحدث عن امرأتين مصريتين أبدعت في العمل وننظر أو نرى هذا التقرير نستعرض هذا التقرير التالي ثم بعده فاصل قصير والفقرة الثانية مع زميلي محمد عبد السلام